أهلا بكم متابعي الأمالي أشكركم جزيلا على تفاعلكم مع حلقة فؤاد بوليبيل أشكركم على مشاركاتكم والتي أرسلتم وعلى إحيائكم للأسبوع بالتعليقات والتفاعلات فإليكم جزيلا الشكر وبالغ الامتنان وعلى بركة الله نبدأ حلقة أخرى من موضوع آخر مهيار الديلمي هو أبو الحسين مهيار بن مرزوي الفارسي الديلمي البغدادي المولود عام 34 و300 للهجرة والمتوفى عام 28 و400 للهجرة والديلمي هي نسبة إلى الديالمة الذين هم شعب من شعوب فارس نسبوا إلى منطقتهم لم ينسبوا إلى أبيهم إنما نسبوا إلى المنطقة التي هي الديلمو التي تقع في الشمال من بلاد فارس وفي الجنوب من الديلمي تقع منطقة قزوين وهي التي عاش فيها مهيار هذا طفولته مهيار هو من أسرة مجوسية كان أول عمره مجوسيا وكان أبواه مجوسيين وعاش في فترة كان فيها العراق وفارس خاضعين للنفوذ البويهي والبويهيون أيضا هم من الديالمة لكنهم مسلمون أما مهيار وأبواه فهم من الديالمة الذين بقوا على مجوسيتهم عاش مهيار حياة مليئة بالمصاعب في صباه وشبابه فكان يعاني الفقرة الشديدة مع أبويه وفي تشكيه من تلك المعاناة يقول من قصيدة له طويلة إن كان عندك يا زمان بقية مما يضام بها الكرام فهاتها يقول إن كان لك يا زمان شيء أعظم من المصائب التي مرت به فإلي به هو يتحدى الزمن بأن يبتليه بأعظم مما سبق أن يبتلي به مرزويه والد مهيار أكب على تعليم ابنه وتثقيفه يريد أن يحضره كي يكون جليسا لولاة الأمور في بغداد ولكي يضمن له مستقبله في دولة اللامزة فيها لغير المتعلم فلجأ به إلى بغداد وفرض عليه ملازمة المعلمين والكتاتيب يتعلم العربية ويتفقه فيها راجيا أبوه أن يكون ذلك مفتاح سعادته وغناه في عاصمة العلماء كان مهيار ذكيا جدا فقد استوعب نوادر اللغة العربية وتبحر فيها سريعا وزاد حبه للعربية بعد اتصاله بالشريف الرضي حيث تتلمذ عليه لكن الشريف الرضي غير حياة مهيار كليا حيث أسلم مهيار على يده وسعى له الشريف الرضي بعد ذلك في أن يكون كاتبا في ديوان بغداد فكان له ما أراد فصار مهيار يعرف بالشعر والكتابة كعادة أقرانه من كتبة ذلك الزمان عندما دخل مهيار الإسلام دخله شيعيا لأن الشريف الرضي استاذه كان شيعيا لذلك صار مهيار شيعيا متعصبا لكن ذلك لم يمنع أهل السنة من إنصافه والإقرار له بعلو المكانة في الشعر فقد شهد له بذلك ابن خلكان في وفيات الأعيان وابن كثير في البداية والنهاية والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن الجوزي في المنتظم والذهبي في سير الأعلام وغيرهم من أئمة التراجم والتواريخ الذين شهدوا لمهيار بعلو المكانة في الشعر وبالفعل كان مهيار حاصلا على شهادة الجودة العالية في الشعره وكان شاعرا مكثرا حيث ضم ديوانه بأجزائه الأربعة أكثر من عشرين ألف بيت كان مهيار لطيف الشعر وتميزت قصائده بالمقدمة الغزلية الرقيقة التي يبدأ بها القصيدة قبل أن يدخل في موضوع القصيدة أكان متحا أم مساجلة أم غير ذلك ومن ذلك قوله ومن ذلك أيضا قوله من مقدمة غزلية جميلة يستهل بها متح الوزير أبي القاسم وقوله فهي المعنى نفسه لقول مهيار هنا يا سائق الأوعان لا صاغرا عجعوجة ثم استقم وذهبي أما قوله دعي المطايا تلتفت إنها تلوب من جفن على مشربي جعل مهيار هنا جفنه حوضا لجريان الدمع منه وهذا الحوض تلوب عليه الإبل واللوب هو أن تكون الإبل عطاشا فتطوف بالحوض لكنها لا تقدر على الماء لكثرة الزحام هذا هو اللوب فتقول لابت الإبل تلوب لوبا مع أن مهيار فارسي بغدادي عاش بين الديلم والعراق إلا أن هواه كان بدويا يحب أهل البادية ويفضل نساءهم على نساء المدن وقل أن تجد له غزلا في غير البدويات ومن ذلك قوله في تغزله ببدوية متمنعة في خبائها محمية من قومها إلا كتمته خالفة وخضر وشاب مكانه المسك النضيح أسارقه مسارقة ودون الخلاط به الأسنة والصفيح ولم أرى صادق العينين قبل أضل فدله شم وريح ومن بليغ شعر مهيار قوله في رذاء شيخه الشريف الرضي أقريش لا لف من أراك ولا يدي فتواكلي غاضا ندا وخلا ندي قمر الدنى أضحت سماؤك بعده أرضا تداس بجائر وبمفتدي بكر الناعي فقال أرضي خيرها إن كان يصدق فالرضي هو الردي لمهيار الديلمي دالية عجيبة يمدح بها أبا المعالي كمال الملك بن الحسين يستهل فيها استهلالا من أرق ما يكون طبعا لمهيار داليات كثيرة فله ما يربو على 38 دالية في ديوانه فهو شاعر مكثر كما سبق أن ذكرنا لكن داليته هذه بالتحديد هي أحسن ما قال في هذه القافية حسب رأيه ويبين في بدايتها كعادته حبه لأهل البادية الذين يكونون على طريق الحاج من العراق والمقدمة الغزلية لهذه القصيدة غنية بالمعاني الجميلة وتستحق أن نحفظها جميعا ويحفظها الأطفال كذلك فهي معينة لهم إن شاء الله في تنمية القريحة والملكة فيقول مهيار في أول هذه القصيدة تهوى وأنت محلأ مصدود ماء النقيب وإنه مغرود والمحلأ هو الممنوع من ورد الماء فهو جعل محبوبته ماءا وجعل وصالها له وردا وجعل نفسه محلأا أي ممنوعا من ورد ذلك الماء فالتحليئة هي الطرد عن الماء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور يريد علي يوم القيامة رهتم من أصحابي فيحلؤون عن الحوض ومنه أيضا قول مريء القيس وأعجبني مشو الحزقة خالد كمشيئتان حلئت عن مناهلي ثم يقول مهيار بعد هذا البيت ويقر عينك والوصال مصوح غصن يرف على الحما ويميد يقول إن تواصل محبوبته معه مصوح أيابس مقطع استعار ذلك من تصويح النبت تقول صوح النبت إلى يبس ومن ذلك البيت المعروف ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم إلى أن يقول مهيار مبين لك أن حبه لمحبوبته هو حب من طرف واحد أي إن المعشوق لا يبادله الشعر نفسه فيقول ومن الشقاوة حافظ متجنب يقضي عليه غادر مودود قسما ولم أقسم بسكان الحما عن ريبة لكنه تأكيد لهم وإن منعوا مكان مطالبي وهم وإن كرهوا الذين أريدوا أتنسم الأرواح وهي رواكد منهم وتجدب أرضهم فأرود وأكذب الواشي إلي بغدرهم وعلى الحديث دلائل وشهود فهم الصديق ولا مودة عندهم وهم الأقارب والمزار بعيد ثم يقول واصفني المرأة التي سلبته عقله وبأيمن العلمين من أبياتهم ضبي يصاد الضبي وهو يصيد لاهم إذا جمع الرجال حلومهم حل العزائم خصره المعقود وعد الوفاء وليس منه فغرني ومن السراب إذا اغتررت وعوده ثم يقول مفضل النساء بواد الحجاز على نساء مدن العراق ومبينا أن هواه بدوي وذاكرا شوقه إلى زرود وهي موضع تطرقنا لذكره في الموسم السابق لو تذكرون جيدا فيقول غزل هذه القصيدة ليس رائقا وحده فالمتح الذي فيها أيضا هو من أحسن ما يكون حيث يقول في متح آل كمال الملك هذا لا يبعد الله الأولى حفظ العلا بيت لهم حول النجوم مشيد وإذا اقشعر العام أغدق من ندى أيديهم الوادي ورف العود إلى أن يقول بيت بن عبد الرحيم طنوبه وأبوه موساق له وعمود فإذا أردت طرقه لملمة فأبو المعالي بابه المقصود جاراهم فأراك غائب أمسهم رؤية الزيادة يومه المشهود إلى أن يقول فيه أيضا لا قبل نائله إذا سئل الندى وعد ولا قبل اللقاء وعيد وإذا الخلال الصالحات تكاملت فهي الشجاعة أو أخوها الجود أفنى الثراء على الثناء وعلمه أن الفناء مع الثناء خلود ولربما بلي البخيل بموقف يخزيه فيه ماله المعبود ثم يقول في موضع آخر من القصيدة يا أسرة المجد التي لم تنتبه عن مثلها الأيام وهي رقود كفي الزمان العين في أعيانكم إن الزمان عليكم محسود لو لاكم نسي الثناء ولم يكن في الناس لا رفد ولا مرفوض ثم يقول مبينا لممدوحه أنه لن يبخل عليه بجميل القول ورائق الشعر فيقول سيكون هذا الأسبوع إن شاء الله أسبوع مهيار الديلمي وداليته هذه يمكنكم أن ترسلونا بمقاطعكم التي تقرؤون فيها أبيئة من دالية مهيار أو من غيرها من شعره إن أعجبكم وسننشر مشاركاتكم على الصفحة إن شاء الله يمكنكم كذلك نشر ما أعجبكم من شعر مهيار على وسم مهيار الديلمي سأترك لكم المصادر أسفل المقطع إن شاء الله لا تنسوا دعم الأمال بالإعجاب والمشاركة والتعليق لا تنسوا متابعة الأمال على منصات التواصل الاجتماعي ألقاكم على خير